دخلي مع مسؤول العلاقات سياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد مساء الخير استاذ رفعت أهلا فيك بداية بحديث لألك منذ يومين قلت أن السعودية طلبت من فريق 14 أذار توتير الوضع في ترابلس شو الدليل؟ مين قالك هالكلام؟ كيف عرفت؟ يعني فيه الواحد يلقي التهم شمال ويمين بس إذا ما فيه برهان كيف بده الواحد يصدق مية بالمية هذا الكلام؟ خليني بس السيد جورج قبل ما أجيب وأسؤالك أنا الحامة المقاربة صغيرة بس لو سمحت المقاربات باختصار هلا بتك تعطيني وقت هكيد بدي أعطيك وقتك لما بدي أعطيك وقتك ما كنت تتمنيت عليك تشارك بها الحال يعني على ما يبدو يعني الأمور عم تتضغر كتير بموضوع ترابلوس وعم تنعطي حدود جبل محسن والتباني وهيدا الموضوع أنا بكت لك هو عاري عن الصحة جملة وتفصيلا وأنا طالع هون لروق لروق العالم بطرابلوس وجبل محسن وبالتباني وما لح تبره هيدا موضوع نقطة ضعف لح تبره نقطة قوة لأن للأسف السياسينا الكبار بالبلد لح يخدوا البلد كله ملاح يخدونا يعني بس لبعدنا البلد كله اللي حيروق فهو منطلق وطني لح أحكي اللي بدي أحكي توضع يعني ما رشي استاذ جورج بدي أرجع لسؤالك عموضوع السعودية يعني شو البرهان اللي عندك بشرها الأمير تركي الفيصل من أسبوع قبل ما تبلش العمليات في طرابلوس بكام يوم بحرب أهلية نحن بحرب أهلية رايحين لأيضا بس هذا المدير استخبارات سادق خليني بس منه بمنصب حالي خليني يكفي بس الحديث خليني يعني لما عم يطلعوا والله من الصليب الأحمر عم يحكي كمان طول بالك عليه شوية نعم بعده كنا نيترين صدعا أنا كنت نيتر قرار المستقبل لشوف سعد الحريري إذا حيروح بهذا التوجه ولا مالحيرو هلا أنا اللي صدعا اللي خوفني على البلد كله ما بس عجب المحسن نعم هو تصريح الشيخ سعد الحريري لما حكي عن موضوع الجيش وكل اللي بيعرف إنه إذا فيه شيء اسمه لبنان هو بفضل هذا الجيش مع أنه في عندي تعليقات كتير على الجيش ولا اللي حقلك ياها كلها ياد فلما طلع هذا التصريح صدعا نحن من 48 ساعة وهذا الموضوع تسرب لكل للألميين ولكل الناس نعم أعطينا أمر لكل عناصر الحزب ممنوع منعا باتا حدا يلبس بوت عسكري بوت هلا ضل في بعض العناصر الغير منضبطة من أتاب على الحزب نعم الجيش لبناني فات عجب المحسن كسر البيوت أخذ عالم ضرب الشباب ما ضل في حدا بالشارع وأنا هيدا الموضوع مسؤول عنه والجيش لبناني بيعرف هيدا الموضوع يعني في موقفين لدى الجيش اللبناني من جبل محسن صحي في عندك أسماء لحظة بخليني أسألك عندك أسماء استاذ رفعال ما نزغر الأمور ما بدي لا زغرها ولا كبرها بس بحقيل لي أسألك هذا السؤال عندك أسماء ولا لا عندي أسماء ولا أعطيك يوم فيك تعطينا هن لا لا أعطيك طيب عال أوكي تفضل تابع من 48 ساعة لهلأ بيسقط لنا لهلأ أربع شهداء نعم وأنا بدي أتشكر أهليهم وعزيهم على الصبر لتحملوا بعدم الرد على حياة الله شيء وإنهم آخر شهيد الله يرحمه العسكرية يوسف كمان نعم ونحن نحن كمان بنتقدم منكم ومن ذوي الشهداء بأحر التعازي طيب هلأ نحن بدي أرجع شوي لموضوع التفجيرات بموضوع التفجيرات ولا شك في علامة استفهام كتير كبيرة ولكن أنا بطمناك يا استاذ جورج وأنا إذا عندي شيء الناس تحكي بالمضائية اللي بحكي فيها أكيد ما لح سري بشيء من التحقيق ما لأنه أنا اخترقت التحقيق كونه نحن كلفنا محامة نعم هالقضيه ومطلع هذا الموضوع في مفاجآت كتير كتير ولكن أنا وعدت أنه هذا الموضوع ما بيطلع لأن اللي سرى بالأسماء يا استاذ جورج إن كانت صحيحة أو غير صحيحة ما بدي يفوت بهالمجادل هو ما بدي يكمش هالناس كان فيه يكمشهم بطريقته وهم في علامات استفهام كتير كبيرة الجيش لبناني يا استاذ جورج هلأ حاليا فوج المغاوير فات على جبل المحسن كله هو فات لواء 12 موجود بقل جبل المحسن نعم وإذا بدك ما في محلة تصف سيارتك من كترة الملالات بجبل المحسن نعم فات وأخذ مواقع قدلية نعم واتقلت لك فات كسر وشال وحط وعمل وكل هالتصاصات طيب بس نسأل سؤالهم سؤال برسم المعنيين اللي هو اللي هو الجيش فات على الضاحية هلأ بيقولوا مع ديل مع حزب الله بلا ديل مع حزب الله ما بيهمني هذا الموضوع ليش ممنوع يا استاذ جورج الجيش يفوت على باب التباني ويكون بديل من ديار المستقبل آها ليش هيدا السؤال هيدا السؤال هيدا السؤال برسم من تضعه برسم برسم قيادة الجيش برسم الدولة برسم طيار المستقبل برسم مين أنا لحضعه برسم فقامة رئيس الجمهورية بالاجتماع الأمن اللي صار تاخذت إجراءات واتبلغنا فيها أن الجيش سيضرب بيد من حديد أو الخطة الحديدية اللي سموها هي مين فشل الخطة الحديدية يا استاذ جورج بأحد الاجتماعات تتسرب أن الجيش كان بدي يفوت مثل ما بدي يفوت على جبل محسن بدي يفوت على التباني بدي يفوت على باب التباني بتجي الاتصالات من السعودية وبتمنى من فقامة رئيس الجمهورية هو يوضح هذه الصورة ومنعوا الجيش يفوت على باب التباني اتصالات من السعودية بمين بمين اتصلوا السعودية لا فخام تريجي موريوم ومو مفروض يا لنا بيمين يا إستاذ رفعت إذا أنت تملك معلومات بتمنى عليك تقلنا إياها التباني منطقة لبنانية بقع على الأرض اللبنانية معلوم أكيد بس أريد أرجع لسؤالي إذا حضرتك تملك معلومة معينة بتمنى عليك إذا قادر تقلنا إياها بمين تحديدا القيادة السعودية اتصلت بمين هيا عم قال لك هذا الموضوع فخامة رئيس جمهورية هو يردع هذا الموضوع أنا هلأ مني قادر أني أتصل هلأ مني قادر أني أتصل فخامة الرئيس هلأ حضرتك معي إذا أنت عندك هالمعلومة تقلي إياها طب ليش بدي أسألك أنت أنت مطلع التباني خلينا نركز هون التباني هيا منطقة لبنانية إليك منطقة لبنانية ليش الجيش لبناني ممنوع يفوت عليها بيفوت على كل المناطق ليش برأيك ليش برأيك مين بيمنعوا برأيك اللي بيمنعوا أنا لحل لك مين اللي بيمنعوا تتذكر يا أستاذ جورج لما لما طلعت التصريحات من وقت التفجير ونواب طرابلس على رأس جماعة المستقبل بيقولوا نحن هذا الموضوع بتنييل القضاء طب شو عدا ما بدأ نيه للرؤولة للاعلام وقتا نحن حكينا واربطنا لأمور أنه هي الأمور قبل ما يصير المشكلة أنه بس لتبلش الألمون في خشية أنه السعودية لح تحرك من اللي بقوا على الشمال وأنا هون عم بقلك إذا المسؤولين كلهم من فخام برئيس جمهورية لأصغر مسؤول بها البلد ما بيشتغل بحكمة نحن رايحين لحل طويلة عريضة وأكبر دليل أنه تيار المستقبل بكل نواب اللي صرحوا بهذاك الوقت أنه يا عمي بدنا القضاء ونحن طلعنا قالنا نحن كما بدنا القضاء لماذا اللي عم يطلعوا بالعلام عم يتهموا الحزب العربي الديمقراطي طيب اسمح لي هوني بسؤالين الصائف العلوية مع العلاقة استاذ رفعت خليك بس ضياد يا استاذ رفعت هذا مش مؤتمر صحفي أو بيان حبيبا ماني مؤتمر صحفي ماني طالعا ماني بحكي مؤتمر صحفي لا بس اسمح لي حورك حرق المحلات العلوية بطرابلوس هني بيقولوا العلويين آمنين في طرابلوس حرق محلاتهم في طرابلوس هذا للحزب العربي الديمقراطي استاذ رفعت لما بيكون في معلومات تقول لما بيكون في اقتناع عن طرف معين انه تفجيري مسجداء السلام والتقوى في طرابلوس مسؤول عنهم ناس من جبل محسن او من الحزب العربي الديمقراطي وحتى في البعض يقول انه فيه ادلة دامغة وبرهين لا تقبل الشك وفيه اعترافات وإلى ما هونيك مثل ما عم نسمع فيما لو ثبت هذا الامر شو موقفكم خيئة فيه لو ثبت هذا الامر انا اطلبت بمؤتمر الصحفي انه اذا بيطلع للحزب العربي الديمقراطي اي اس اي اس بهذا الموضوع تمنات من وزير الداخلية حل الحزب وصوقنا كليتنا للعدل منها الحديث ايش ولكن بالمقابل يا سيد جورج وقتها قلت ولح ارجع ايضا اذا طلع هذا الشاب يوسف دياب بريب ما مفروض فرع الفتنة اللي هو فرع المعلومات ينحل سؤال ينسأل ولا لا ما هو المسؤول على هذا اللي صار نعم استاذ رفعت كمان فيه يعني الاجتماع اللي عقد بمنزل الشيخ سالم الرافعي طالبوا فيه المجتمعين بحل الحزب العربي الديمقراطي ومحاكمة المسؤولين فيه كمان فعاليات باب التباني دع الجيش الى توقيف المجرمين كما قالوا ونحن معن نحن معن قالوا امثال رفعت عيد يعني سموا اسمك اذا انا مجرم يوقفوني ما في مشكل ما عندي مشكل شبتك اكتر من هيك يعني طيب انا طالع جورج حبيب قلبي الوضع بترابل صدقني رايحين كليتنا فيتين رايحين لمحل المجهول هيدا المجهول تأكد جبل محسن اذا دفع تمن كل المدينة او كل الشمال وكل لبنان اللي هيدفع تمن نعم وعم بحكي انا هون تأكد من موقف كتير او يبعرف حال كتير منيه شو عم بحكي نعم نحن المنطقة كلية عكاف عفريد خلينا نطقي الله كليةنا خرجي نحمل الشمال لبنان دم هو بيغنى عنه وما حدا بده اياه نحن لعلق لعلق وحياتك بر قضائف ورصاص وبعده ماشي على جبل محسن قلنا من 48 ساعة له هلأ نعم هلأ بالوقت الحاضر وقلنا من الجياش لبناني هلأ يطل يا تصريح اذا انا عم بحكي كلمة مما مضبوطة اذا عم يطلع طلقة واحدة من جبل محسن من 48 ساعة له هلأ ولا طلقة واحدة وتأكد لا خوفا ولا جبنان انما انما محاولة للتهدئة نعم واللي بيخاف على البلد كله هو خايف على جبل محسن نعم انا ابدأ شكرك مسؤول لعلاقات سياسية في الحزب العربي الديمقراطي لاستذر فعتعيد على هذه المداخلة شكرا لك